اشتركوا في القناة اقتصادها ايه راح فين النهاردة طلعوا تقرير وتوقعوا فيه ان يقفز عدد السائحين الذين يزورون مصر خلال الفترة الحالية او القادمة يزيدوا بنسبة 46% قدام حضرات التقرير السياحة عن فيتش سيليوشن ان عدد السياح في مصر هيزيد 46% يعني اقول 50% عشان ما تلقباتش العام الحالي مقارنة بالعام الماضي عشان يوصل زي ما تقول فيتش ل11 مليون 600 ألف سائح اجنبي ده هتسببه في رفع الاراضات بنسبة 17.7% عشان تسجل 13.6 مليار دولار يعني مؤسسة فيتش سيليوشنز بتقول انه عوائد السياحة في مصر خلال العام الحالي 23 هتصل الى 13.6% زيادة على السنة اللي فاتت ب17% نتيجة زيادة عدد السياحين بنسبة 46% وقالوا بنحتفظ بتوقعات ايجابية الوافدين السياحيين المصريين على المدى المتوسط حتى عام 26 بتكلم فيتش سيليوشن انه السياحة في مصر هتزيد سنة وراء سنة وقالوا انه مصر عندها سمعة قوية في الترفيه في الاثار في السياحة يبقى عندي خبرين من الاخبار الايجابية اللي ببدأ بها الحلقة النهاردة انه البنك المركزي بيطمننا على الوضع الخاص بالدولارات والاحتياط النقدي وتأثيرات ايجابية لموضوع تحرير سعر السارف فيتش سيليوشن بتطمننا بتقول السياحة عندكها تزيد السنة الجاية والسنة دي ال23 وتصل الى اكتر من 54% زيادة في عدد السياحة خليني بكمل برضو الاخبار الايجابية يعني في بيان صدر من لجنة العفو الرئاسي بيقول انه اللجنة مكملة مستمرة توجهات رئاسية لجنة العفو مع النية بالعامة مع الاجهزة المعنية قرروا الافراج عن دفعة جديدة قوامها 31 او عددها 31 من العناصر المحبوسة احتياطيا لجنة مستمرة في تلقي الطلبات وفقا للقانون وفقا للترتيبات المعمول بها في هذا الشأن وبفكر الناس انه اللجنة العفو الرئاسي ليس فقط من اختصاصها الافراج وانما ايضا امتدى لكي يشمل ايضا عملية الدمج في المجتمع للمفرج عنهم علشان ما نعيش الكلام تاني زي زمان يطلع من السجن يلاقي كل الابواب مقفولة امامه فيضطر ان هو يعود مرة اخرى الى ما كان عليه من قبل ترجمة نانسي قنقر